نعم كرة نسائية ايه المشكلة يعني والمشكلة ان احنا يبقى عندنا بقى كرة نسائية وانا دايما ببقى مؤمنة بصراحة بالمرأة حتى في الكرة انها ممكن تعمل حاجة وحالة من الانتعاش بجد والازدهار وتبقى غير مسبوقة السنة الفتة مصر شاركت والاول مرة في دوري ابطال افريقيا لاندية الكرة النسائية ومثل مصر نادي ودي دجلة وديكة الخطوة دي كانت بتمثل كده امل للكرة النسائية في مصر خصوصا بعد قرارات الاتحاد واحنا يمكن قناها اكتر من مرة هنا انه اي نادي في القرة مش هيسمح له بالمشاركة في بطول الدوري الابطال الا لما يكون عنده فريق كرة قدم نسائية القرار ده فعاليا طبعا يعني ملزم جدا واجباري لكل الاندية وكمان يخليها انه لازم يكون فيه نشاط نسائي او كرة القدم نسائية تبقى موجودة من ناحية تانية منتخب مصر للناشئات كان اغلبه يعني عنده حلم انه يتأهل اكيد لكاس العالم لأول مرة فطبعا يعني كانوا بيحاولوا انهما يعني يتجاوزوا منتخب غينيا بيساو الاسبوع الجاي في المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم وطبعا حاجات كتير جدا وطبعا احنا عارفين كمان ان احنا عندنا حلم سعود منتخب الرجال الاول لكاس العالم واللي حيبقى مباراتنا امام السنغال يوم 25 المباراة الاولى فطبعا عندنا الاحلام خلينا في كرة القدم النسائية نعرف مزيد من المعلومات مع ضفتي المشرقة اللي دخلت عليها في الستوديو كان لازم تجيب الكرة معاها عشان بجد انا عايزيكم تهتموا جدا بموضوع كرة القدم النسائية ضفتي هي دكتورة دينا رفاعي ودينا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري والمشرفة على الكرة النسائية مساء الخير يا دينا مساء النوري حبيبتي فرصة سعيدة لما حضرتك النهار وانا اسعد كمان كلمينا كده اشرح لنا الموضوع اولا النهاردة في وجودي مع حضرتك من خلالك القناة الأولى المصرية وفي شهر مارس اللي هو شهر المنسبات السعيدة بالنسبة للمرأة المصرية يوم المرأة العالمي ويوم عيد الأم ويوم المرأة المصرية كمان بشايفة ان خلاص المرأة ديها دور كبير جدا خلاص مميز كمان في المجتمع في كل المجالات وخصوصا دلوقتي اخر حاجة ان وجودها على مناصة القضاء خلاص ده كله بيدينا امل وفي القيادة الحكيمة لسيد الرئيس عبد الفلتاح السيسي لبلدنا بيقول ان خلاص بقى المرأة بقت موجودة بشطرتها وبدراستها وبعلمها في كل المجالات نجي نتكلم بقى على مجال الكرة والرياضة وخاصة كرة القدم النسائية انا بتشرف ان انا موجودة عضو اتحاد المصر لكرة القدم ودي للدورة التانية اللي هي بعد انتخابي انت موجودة في الشرقية فقوس انا من الشرقية من فقوس انت من فقوس وانت موجودة يعني بتشرفي بترأسي مركز شباب فقوس اول بدايتي في الكرة القدم كان رئيسة مركز شباب مدينة فقوس كنت اول سيدة على مستوى الجمهورية ترأس مركز شباب وده كان في 2012 فقوس دي بلد عبد الحليم جنبنا جنب الحلوات اه الحلوات فدلوقتي وعدما دخلت اتحاد الكرة وكنت قبل كده عملت دوري لأكاديميات الكرة النسائية في الشرقية وكان حققت بي نجاح كبير جدا الحمد لله رب العالمين ان انا مسؤولة دلوقتي على الملف الكرة النسائية في الاتحاد المصري كرة القدم بالاتفاق مع اعداء مجلس الادارة زملائي وبرئاسة الاستاذ جمال علامة اللي بتشرف فينا دايما معهم كرة القدم النسائية في مصر لها تاريخ كبير جدا ولكن للأسف هي لسه في مرحلة التأسيس لحد دلوقتي هي بتتقدم بعدين تتعثر يعني مثلا الصورة هي على الشاشة معنش يا شباب نرجع تاني للصورة الصورة اللي على الشاشة فيها دي الفرقة الحالية ده منتخب تحت 17 سنة للبنات اللي في الوقتي بيستعدوا ان هما بيخدوا مباريات مع منتخبات دول اللي تحت 17 سنة عرفينا كده برضو وقللنا يعني أنا بس مش شايفة الصورة قوي يعني ده بشكل عام لا لا مش من الكلام على اسمائهم انا من الكلام عرفينا المهارات بتاعته عمل ايه احنا عندنا منتخب تحت 17 ده الناشئات فيه على درجة عالية جدا من الموهبة وهما دول مستقبلنا فعلا ولازم ناهتمام بيهم بدرجة كبيرة وعلشان كده احنا لما جينا الدورة دي ما عملناش دمج للمنتخبات احنا منتخباتنا تلات منتخبات موجودين منتخب اول منتخب تاني تحت 20 منتخب تحت 17 اللي هو بيواجه عنده تصفيات دلوقتي مؤهلة الكافي العالم وكان عنده مباراة مع غينيا بساو وهي غينيا بساو انسحبت من البطولة فبالتالي ان احنا بقنا كوليفايد للمرحلة اللي بعد كده عندنا مباراة ان شاء الله مع نيجيريا في 14 او 15 او 16 ابريل الجاي الجاي ان شاء الله باذن الله فبقت المرحلة اصعب تلوقتي دخلنا على مرحلة اللي بعدها بقت اصعب يعني ده من عند ربنا نغينيا بساو انسحبت فانتي كده عديتي يعني كأنك فزتي مثلا بالزبط كده طبق قبل ما نروح لده انا برضو كنت تكلمي عن الدمج بتقصدي هنا في الدمج انه الدمج ما بين اللي هما تحت 17 سنة والفرقة الاولى ما فيه دمج ما بينهم هو طبيعي ان احنا بناخد منتخب الاول بياخد من البنات الكبار وبياخد من الاقل منهم وبيحصل دمج منهم وبعد لكن انا بتكلم ان احنا عندنا تلات منتخبات ما كانش موجود ده قبل كده كان هو منتخب واحد دلوقتي بقى عندها تلات منتخبات بنشتغل كل منتخب باستراتيجية بجهاز فني برؤيته المنتخب الاول عايزين نعال التصنيف بتاعنا على مستوى العالم وعلى مستوى مصر كمان والدول الخارجية احنا وضعينا ايه في المنتخب الاول يعني المنتخب الاول عندنا بطولة ودية ان شاء الله في شهر رمضان في الاردن هنكون موجودين فيها منتخب مصر الاول علشان برضو ده هيساعد في ان احنا نعال التصنيف هنلعب في الاردن من 4 ل 14 ان شاء الله ده هيساعدنا على ان احنا نعال التصنيف وطبعا الاحتكاك مع منتخبات مختلفة ده هيقلل عند بناتنا الرهبة وهيزود عندهم التحديات وهيعلم كمان من مستواهم دي نقطة بتتدربوا فين؟ يعني أنا عايزة أعرف البنات بتتدربوا فين؟ بنات بيتدربوا فين؟ احنا عندنا في مصر دلوقتي حاجة عظيمة جدا يعني اسمها مركز المنتخبات الوطنية في المدينة السادس من أكتوبر ده فيه طبعا ملاعب وفيه ملاعب كل يوم بيتمرن عليه دلوقتي عندنا منتخب تحت 17 سنة بيتمرن سبت وحد واثنين وثلاثة وأسكر مفتوح تدريب النشيئات تحت 17 سنة ومنتخب الأول برضو بيتمرن في نفس المكان مركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر طيب أنا برضو هنا عايزة أسألك يعني الفرقة دي احنا البنات يلعبوا كرة قدم وهي اللعبة الأولى أصلا في مصر يعني كرة القدم الرجالية طبعا فبردو يعني ممكن تحقق برضو تاخد من الشعبية الموجودة كلعبة طبعا أكيد هي تاخد بالشعبية بل إن هي كرة قدم فكرة القدم هي مشكلتنا فثقافتنا في مصر إن هي مقتصرة عن الولاد ولكن في الحقيقة وفي العالم كله في الدول المتقدمة كلها لا كرة القدم البنات لها نفس التأدير ونفس المواصفات بتاعت الولاد وعشان كده في تطور كبير بره عن مصر لكن احنا بنسعى في الفترة دي إن احنا فعلا نحقق التطور دوت في مصر ونتحقق كل اللي احنا عايزينه من خلال بلاتنا إن احنا عندنا جيل الشباب ونشيئات على مستوى عيني يلعبوا ويعملوا رياضة على مستوى عيني وعندهم مواهب كمان موهبة موضوع إن هي مارسة وخلاص طب هل قرار الاتحاد بإنه إنه يلزم الأندية إن يكون عندها كرة قدم نسائية وأعتقد ده بنهاية السنة شيء جباري هل ده أسعدك بقى إنه يعني الاتحاد الأفريقي طبعا طبعا أنا اتكلمت في النقطة دي حوالي سنة ونص إن فعلا خلاص الاتحاد الأفريقي خاد قرار إن مش هيد الرخصة لأنديت الرجال إلا هتشارك معهم إلا لما يكون عندهم نشاط كرة قدم نسائية فهذا الإجبار عمل حركة يعني؟ هو لحد دلوقتي يعني نتمنى لأنديت كبيرة زي الأهل والزمالك والأنديت كبيرة في مصر إنها عندها كرة قدم نسائية ولكن الأهلي نتمنى لأهلي بدأ بأكاديميات لكرة قدم نسائية فدي خطوة وهي طبعا الخطوات دي كلها مؤجلة نتمنى أن خلاص السنة الجاية 2023 يعني الأهلي مثلا ما عندوش؟ لا ما عندوش الأهلي ما عندوش والزمالك؟ ما عندوش ما عندوش يعني قولي لي بقى مين اللي عنده تستغرابي إن الأندية مثلا وادي دي جل عنده طبعا نسائية من سنين طيران عنده من سنين دلوقتي في عندك ترام عندنا ديلفي عندنا سموحة للتحاد لا 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 استسموحة والاتحاد ده ما عندهمش بنات فهم مجبرين بقى يعني يعني إذا تقولي لي إنه الأندية يعني يعني الأقل شعبية عندها كرة نسائية والأندية كبيرة زي الأهلي والزمالك ما عندهش نسائية ونتمنى من خلال وجودنا النهاردة تاني بالنادي أن الأندية كبيرة دي تبقى عندها كرة قدم نسائية والبنات تأخد حقها في النقطة ديلة إنه فعلا لها جماهير على فكرة البنات لهم جماهير زي ما الولاد دي هم جماهير لها شعبية لها يعني كل أب و أم دلوقتي ما بقاش بيقتصر إن ابنه بيلعب كرة لا بنته عنده موهبة بيسعى وراها ويحقق لها اللي هي عايزة أن هي تمارس اللعبة دي وتكون لها دور في المجتمع يعني وخصوصا هي بتحقق نجاحات يعني الإقبال عندك يعني هل مثلا أنت في الشرقية فقوس هل في إقبال في الشرقية من محافظة شرقية لكرة القدم للبنات يعني ولا يعني مضبط بأكتر ولو يعني ما فيش في الأهل بسمالك يعني فيش في القاهرة ولا في الجيزة هنا بالعكس القاهرة الاهتمام بها أكتر في موضوع الكرة القدم ولكن المحافظات فيها طبعا ولكن هو بيختلف إن المحافظات كل اهتمامها بيصرفوا مواردهم كلها في الأندية على برضو فريق الرجال طبعا فإن هو يصرف على فريق نسائي فبقى بالنسبة للمشكلة أو عبقى فهو عايز حاجة جبله تدخله داخلي يعني لكن إحنا دلوقتي بنسعى إن إحنا يكون عندنا عين في كل مكان يعني مدربنا بينزلوا مدرين فنيين بينزلوا محافظات يشوفوا دلوقتي بسعى نعمل دوري مناطق لكرة القدم النسائية عشان يختاروا مثلا المواهب يتشافوا يتشافوا أو يبقى عندهم فرص صعيد نفس النظام الموضوع عندنا إن إحنا بنشتغل على بنية تحتية من تحت وكمان بنشتغل من فوق على منتخبات لأن هو التطور اللي حصل حوالينا لازم يجبرنا إن إحنا نشتغل فوق تحت طبعا طيب طيب خلينا كده هما يرجعون لنا صورة البنات عشان أنا عايزة أسألك سؤال مهم جدا البنات محتاجين إيه يعني محتاجين يعني مثلا إحنا في الكرة الرجالية عندنا مدير فني وعندنا لياقة وعندنا حاجات كتير في الصور البنات دي برضو هما محتاجين إيه إيه اللي نقيتهم إيه اللي موجود وإيه اللي مش موجود خالص اللي مش موجود خالص أول حاجة أنا شايفها الدعم الإعلامي دعم الإعلامي بس إحنا براه يعني مفروض إعلاميا أنه يأخذوا حقهم إعلاميين بالبرامج الرياضية يعني خليني أقولك بالبرامج محدش لسه لسه إحنا بحاول بوجودنا عندنا برامج رياضية راديو وتلفزيون مفيش أكثر من كده نسبة أن في كرة قدم نسائية في دوريات إحنا عندنا تلات مستويات لدوري كرة نسائية عندها 37 فرقة بتشارك إحنا موجودين بشكل كويس جدا عندها تلات منتخبات ده خلينا نتفق أنت موجودة في منبر إعلامي كبير تلفزيون مصري قناة الأولى فإذا إحنا كده أنت عندك الفرصة أنك تقولي اللي أنت أعزائي البنات اللي إحنا شفناهم دول إذا أنت محتاجة أول حاجة أنا هسميها معاكي الدعم الإعلامي أنا عايزة أعرف البنات بقى رياضيا محتاجين إيه يعني عشان لو الاتحاد كمان بيسمعنا الحمد لله رب العالمين الاتحاد عندنا في الاتحاد المصري كرة القدم هو داعم جدا معي ومجلس الإدارة الكرة النسائية هم صبرت كبير جدا معي ومحققين أننا عايزين وماشيين على خطوات سبتة وبنحاول أننا نعمل شركات مع اتحادات أوروبية يعني عندك مدرب لياقة عندك مدرب أجهزتنا الفنية جاهزة موجودة أجهزة الفنية موجودة الملاعب اللي بتلعبوا فيها تماما ملاعبنا زي ما قلت رحضيك مركز المنتخبات الوطنية يعتبر حاجة مهمة جدا وموجودة بيعملوا عليها معسكرات مفتوحة محتاجة دعم مثلا مع دول لأنه يبقى فيه ممارسة والبنات دول مش هلعبوا مع بعض بس هنا من دلوقتي بنا يعمل شركات مع التحديات مختلفة علشان يبقى فيه مباريات ودية مباريات استضافات لنا أو ينصدفهم في مصر هنا يبقى فيه مشاركات لمنتخبات ودية ده بيعلي من أداء بناتنا وبيعلي كمان من المستواهم هل فيه دور يشغل؟ اه طبعا فيه دور كوريا النسائية الدرجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة كمان 37 نادي بشارك فيها التغطية تعتبر ايه ديها درجة في المية يعني التغطية العالمية عشان احنا ما بنسمعش كتير عنهم الحقيقة لا ما قديش درجة ما فيش درجات خالص طيب خلينا نقول لأن ده كمان احنا عندنا محطات رياضية كتير وعندنا حاجات اعتقد ان هما هيهتموا بالموضوع ده واعتقد كمان ان البنت لما تلاقي نفسها برضو متشافة او مبسوصة عليها بتحس كمان بصيقتها بتزيد وبيبقى عندها الدعم النفس ده مهم جدا والدعم الاعلامي وبيعلي كمان انت بتوصل الرسالة لكل بنات مظهر يعني انا شو سيئل نتحكم في زميلنا كريم رمزي انه اكيد هيشتغل على الموضوع ده ومعاه اكيد ان سبورت مش هيتأخروا ابدا انه يصوروا المباريات دي ونشوفها على الشاشة والبنات يبقوا مبسوطين ويبقى فيها تعليق وكل حاجات البنات بتفرق معهم الحاجات دي كلها لان هما فعلا نجمات هتشوف فيهم ونحردك لو تبعتيهم في حاجات محمد صلاح والنيني على فكرة عندنا بنات بيلعبوا بره مصر كتير بيلعبوا بره بيلعبوا في النساء عندك احتراف عندنا هما لعبوا بره فعلا عندنا انجي غنان بتلعب في ايطاليا دي حارس مرمى وستطفتها في الاتحاد المصر كورت القدم وقدروفة اسمها معروف وعندنا كمان في سامية بنت بتلعب بره 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 في تركيا عندنا كمان نادية رمضان بتلعب في امريكا عندنا في بنت في قطر عندنا كتير جدا يعني في بنات كمان محترفات محترفات اه في سرع صوم في اسماء كتير قوي بس هو زي ما قلت حياتك كده يعني ما فيش اهتمام اعلامي بيهم كويس اللي هو تلاقي من خلاله الصدق اللي انت عايزاه وكمان يشجع بنات تانية معه انت برضو لما مرات تتنقل على الهوى او يعني يتم تصويرها او يتم ازعيتها والاهتمام بالدوري ويبقى فيه نوع من انواع التنافس كورت القدم احنا قلنا ان هي صناعة ده اساسي فطبعا لما يكون الصناعة دي من خلالها كمان البنات هتفرق معهم جدا وحتفرق كمان مع المستوى بتاع البطولة او المنافسة اللي هما فيها او الدوري هتفرق معهم جدا فطبيعي ان احنا لازم نهتم بهم من الناحية دي لان فعلا هم يستحقوا ده عندنا مواهب بنات شابات محترمات جدا عندهم قدرة كبيرة وموهبة عالية جدا يستحقوا الدعم وان احنا نبقى معاهم اكيد انا عايزة سألك على حاجة مهمة بس فيه صورة هي موجودة على الهوى يعني طبعا كيروش مدرب بقى بتاعنا طبعا بتاع الفريق بتاعنا انت بقى كدارسة ومسؤولة انت شايفة كيروش ايه بالنسبة للمنتخب الان بس اقول له حررتك حاجة احنا كاتحاد مصري كوبة القدم ومجلس ادارة وانا بصفة كبان كمشجعة ومصرية قبل ما اكون مسؤولة كلنا داعمين طبعا كل الدعم للمستر كيروش وجهاز الفني ولعبنا ومنتخب مصري كله في مباراته اللي جاية ان شاء الله مع مصري واستنغال كلنا طموح ان احنا نفرح المصريين كلهم ونحقق لهم طموح مهم جدا انها سعودنا الكافة العالي ان شاء الله باذن الله طيب قوليلي يعني انا عايز اعرف برضو انتي يعني انا سعيدة بانه انتي كمان مش بس موجودة كعضوة ولكن انتي دارسة يعني عرفيني على نفسك اكتر لانه برضو الكرة الان ما بقيتش هير الكرة اللي يعني كلام الدراسة فيها نوع من بتخلي كرة يعني تنزميا وعلى الارض وجداول يعني بتعلي اكتر الاحتراف من الناس تلعب احسن صحيح الحمد لله انا درسها في فيزيكال اوديكيشن وعمل ماجستير في التربية الرياضية وحاصلها على درجة دكتوراه فلسفة في التدريس التربية الرياضية جامعة حلوان وكمان معايا دبلون في التدريب الرياضي اكيد مما لا شك فيني ده كله اثر علي جدا وساعدني ان انا ابقى على درجة كبيرة الحمد لله من الوعي وان انا ابقى فهمة اللي بيتقال انا كعضو مجلس الدرف الاتحاد دلوقتي يعني كلنا موجودين وعضاء المجلس كلهم في ملفات كثيرة جدا الحمد لله انا ابتطرف لكل الملفات وبحاول ان انا كون في كل الملفات مش معنى ان انا مسؤولة عن ملف الكرة النسائية ان انا مليش علاقة ببقى الملفات بالعكس انا بتعلم في المسابقات حاجات بتعلم في ملفات المنتخبات الرجال حاجات فده بيساعد عندي ان انا ازود من خبراتي وبيعلي من كفاءاتي ان انا اقدر اقدم حاجة تليق باسم مصر كل مكان طيب انا يعني الحقيقة عايز اخدك عايز ارجع كده لكواليس اتحاد الكورة يعني اجتماعاتكم ووجودكم ناخد شوية كواليس معاكي كابتن حزم امام كابتن بركات طبع وانا معرف ان انتو عاملين سلاسي كده هل بتستفيد منهم هل بيقولولك حاجات هل بيساعدوك اولا بيطلعوا البنات عند كابتن حزم امام في برنامجه لا كده لا بس هو انا يمكن عشان موضوع منتخب البنات وكده لكن انا دايما بتكلم مع كابتن حزم امام بصفة ان هو لعيب كورة كبيرة طبعا من مصر منتخب مصر ووضو مجلس ادارة معانا لانه دايما عند رؤية ودايما هو صبرت للبنات كمان كابتن بركات كذلك فاحنا بناخد رأي بعض في حاجات انا بيستشارهم في حاجات مثلا قال لك ولا هي عندكم مباراة انا حاجة هتفرج شجع البنات طبعا على الارض حصل معنا يعني حازم كان دايما متابع معايا صورتك هنا مع اتحاد الكورة لا دي صورتنا كانت في المجلس اتحاد الكورة كان تكريم للواء مشهور لواء حلم مشهور عضو مجلس ادارة معانا وهو والد الشهيد اسلام مشهور وكان فيه لمسة وفاء كده من مجلس ادارة مبارح اه طبعا الناس بتيم الشهيد الناس بتيم الشهيد اه وكان كمان معانا مستر كيروش في الحضر اللمسة دي اه مباركات ده شيء جميل اه كان بس حازي ما كانش موجود كان عنده هوى اه شيء جميل اه طبعا نرجع تاني يعني بتلاقي منهم دعم يعني بيجوا لانه جوتهم كمان احيانا في بعض المباريات يدي ثقة للبنات وثقل يعني بصراحة كلهم دعمين يعني حتى اللي ما بيحضرش فهو داعم برضو بعدم الظروف ومسلا حاجة عامر حسين داعم جدا للبنات معايا في المسابقات الفترة الجاية فيه مرائبات هينزلوا يرقبوا ببرايات نسائية ودي ما كانتش موجودة قبل كده المحكمات موجودين بشكل كبير جدا ومشاء الله محققين نجاح كويس قوي كمان لكن كل الاعضاء كل واحد يدور معايا عايزين معلقات ولا ممكن ناخد التعليق بقى رجالي يعني مش مشكلة والله نتمنى نتمنى أنا عايزة اقول حالتك ان المرأة دلوقتي بتعيش ازها عصرها لازم تستغل الفرصة اللي هي موجودة فيها احنا ما استغلناش الوقت دا هو دا وقتنا اه طبعا فارترت الفرص كلها في ظل القيادة السياسية يعني بتدعم المرأة في جميع المجالات انتي اشتغل على نفسك وتحدي ووسعي وهتلاقي صبرت لك في كل مكان يعني اكيد انا متمنى لك التوفيق اعتقد كده انتي فهمتنا انه المباراة القادمة نيجيريا ودي مباراة مهمة جدا طبعا هتبقى في مصر ان شاء الله في يوم 15 ابريل يبقى يوم جمعة هتبقى على ملعب بيتروسبورد طبعا نتمنى بقى انها تصور والناس تشوف ان شاء الله بإذنها تقوم مصورة طبعا ونتمنى كمان الدعم لبناتنا كلنا متوسمين في يوم خير ان شاء الله بإذن الله انهم يحققوا حلمهم وانا قلت لهم قبل كده في تجمع علينا ان لبس تشارة منتخب مصر دا غالي جدا وان انت لازم يبقى عندك انتماء لبلدك قبل اي حاجة وان انت في دوقتي في فرصة كبيرة قوي لازم تستغليها انا شخصيا هدعم البنات يعني اما يبقى فيه مباراة مهمة انا حاجة واحضر واشجع البنات للجمال دول وخلينا نكلمهم هم اكيد متابعين دلوقتي لكل البنات اللي بيعبر كرة قدم احنا هنشجعكم مش بس الاتحاد الافريقي اللي بيلزم اكبارا احنا عايزين نبقى موجودين حبا طبعا ورياضة وكل حاجة طبعا ان شاء الله باذن الله وسعيدة ان انا موجودة مع حضراتكم النهاردة على قناة الاولى المصرية سعيدة بدعمكم للمرأة ووجودها بالشكل اللي يليق بيها فعلا ونجاحات المرأة في كل مكان المرأة المصرية اللي بتثبت وجودها في كل مكان اكيد وانا شخصيا يعني هكلم بنفسي زميلي كريم وان شاء الله برنامجنا رقم 10 كمان يبقى معاكم ويبقى موجود في المباراة ويصور لكم ويعلق ويبقى فيه تعليق ان شاء الله على المباراة ان شاء الله باذن الله باذن الله انا سعيدة بك جدا يعني دينا سعيدة بانه انت يعني موجودة بالدراسة وبالعمل وبالحماس يعني شايفة انت بتعبي كرة اصلا او لا لا ملعبتش كرة قدم خالص ملعبتش لعبت كل الرياضات الا كرة قدم بس انا يعني شفت ان الموضوع مش لازم تلعبيه قدم انت حاجة انت حباها وبتقري عنها كويس وعرفت يعني ايه دارة رياضية وعرفت يعني ايه تدريب رياضي فعرفت ايه اللي بتحتاجه اللعبة فانا بساعد بقى اللي عايز اللعبها اه بساعد فدور بقى مختلف يعني طبعا وبنساعد على نشر اللعبة في مصر كلها ان شاء الله وانا شايف ان الجاي للبنات بإذن الله مستقبل رائع لبنات مصر ان شاء الله اكيد رياضة في كل يعني انواعها ولكل الفئات دايما بتبقى حلوة بشكرك جدا نورتينا شكرا ودايما للأمام واحنا معاك شكرا هنفضل موجودين ومكملين معاك بشكر ضفتي دكتورة دينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة النسائية بشكرك شكرا جزيلا وسلام لكل البنات لكل الفرق التلاتة يعني واحد واحد الباك والوسط والهجوم وكل النسيح شكرا جزيلا شكرا جزيلا نهاردة بالاستمام الحضرات كل الدعم ليهم وبالتوفيق لمنتخبنا ان شاء الله وانا جاهزة حل بس التراك سوت وحاجة احضر اكيد مباراة من المباريات دي شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل سنة وحالتك طيبة وانتي طيبة يا رب واحنا طيبين وكل المرأة المصرية عطاء دايما طيب ويه برضو المرأة لو نزلت كرة القدم تعمل شغل جبير قوي يعني بس دا حيبق حاجة لطيفة الفقرة التالية فقرة انا منتظراها وعارفة انها فقرة ان شاء الله هتكون جميلة مع اسمي جبير جدا الفنانة عظيمة الفنانة فردوس عبد الحميد في ديوفات التاسعة بعد قليل موسيقى